باب المجمل لغة المجموع أو المبهم أو المحصل واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء وحكمه التوقف على البيان الخارجي وهو في الكتاب والسنة ويكون في حرف واسم ومركب ومرجع ضمير وصفة وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة وعام خص بمجهول ومستثنى وصفة مجهولين ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين وهو عام ولا في وامسحوا برؤوسكم ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا في آية السرق ولا في وأحل الله البي ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه ويقتضي ذلك نفي الصحة وعمومه من الإضمار ومثلها إنما الأعمال بالنيات وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور فمجمل وما له محمل أو له حقيقة لغة وشرع فللشرعي فإن تعذر فالعرفي فاللغوي فالمجاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر